ميليشيا الحوثي بين ثنائية الانكسارات والاعتداءات هذا العنوان البارز لمسلك الميليشيا التي كلما انكسرت ميدانيا ضعفت اعتداءاتها على المدنيين وما تبقى من مصالح المواطنين على طريقة مرويات الامثال الشعبية التي تشير الى الفضائح الكثيرة للمعتدي الذي يكون في طريق النهاية بينما تنكمش ميليشيا الحوثي في الجانب العسكري والسياسي اكثر من اي وقت سابق تمضي الجماعة بمسلك منفلت اكثر من اي وقت مضى حيث تتوسع دائرة الانتهاكات والاعتداءات اليومية في مناطق سيطراتها ومدينة صنعاء على وجه التحديد تمضي الميليشيا نحو ما يمكن توصيفه بانفراط طوق العصابة التي تعيش ما قبل السقوط من نهب مباشر وعلني لمحلات الصرافة في صنعاء الى التوجه نحو نهب من تبقى من منازل الخصوم السياسيين والعسكريين والاعلاميين لم يقتصر الامر على عدوان الميليشيا الحوثية على السلم اليمني الذي تصاعد بشكل كبير في الفترة الاخيرة بل وصل الامر الى الاعتداء على السلم والامن الدوليين من خلال التهديد المباشر للملاحة الدولية بشكل علني وواضح من قبل الصماد وامام نائب المبعوث الاممي الى اليمن معين شريم متابعون يرون ان الانفلات المتزايدة له دلالاته الميدانية خصوصا الانكسارات المتتالية للميليشيا في شبوة وفي الساحل الغربي والتدمر الشعبي الواسع المتزايد بشكل تصعدي في المدن والارياف وتململ القطاعات الشعبية الواسعة من الانقلاب الاعتداءات الحوثية يومنا هذا على مظاهرة نسائية في ميدان التحرير بصنعاء تندرج ضمن الانفلات الحوثي الذي نسف كل التقاليد اليمنية الاجتماعية والسياسية ووصل الامر الى مرحلة الضرب على العظام اذا ما تعلق الامر بالاعراف الاجتماعية التي تصون المرأة اليمنية من سحق الاعتبار تنطبق العديد من التوصفات على المشهد الحوثي المتخبط والمرتبك وتتجسد في ذات المشهد العديد من التنبؤات الا ان خلاصة المشهد تشير الى انه كلما ارتفع التدمر الشعبي من الميليشيا ارتكبت المزيد من الجرائم كعصابة منفلتة بلا ادنى حد من الضوابط اشتركوا في القناة